أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص الدائم على دعم الاستثمارات السعودية في مصر ومتبعت ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية منها متبعت ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة هذا إلى جانب التعاون في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال طاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بسفير صالح بن عيد الحصين سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر في مستهل عمله بالقاهرة من جانبه أعرب سفير السعودية عن تطلعه للتعاون المثمر بين الجانبين في ضوء حرص المملكة على توثيق ودعم العلاقات مع مصر في مختلف المجالات كما أبدى سفير السعودي إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تمثله من طراز معمري فريد مؤكدا حرصه على متابعة جميع أفكار ومقترحات التعاون بين الجانبين